الشعب الكويتي في 29 تسعة لما خرج خرج يطلب مجلس وحكومة يدافعون عن حقوقه ويحفظونها ويدافعون عن مكتسباته واتت الحكومة بأول يوم من المجلس وغالت رفاهية المواطن هو هدفنا بتصريح وزير المالية في أول جلسة دار رفاهية المواطن هي عنوان هذه الحكومة وين رفاهية المواطن يا حكومة اليوم عشر واحد اليوم الجلسة التي طلبت الحكومة في الجلسة السابقة تأجيل اسبوعين على قانون شراء الفوائد وغلوظ المواطنين واسقاطها ضربت تأجيل وعطيت التأجيل حسب اللائحة والدستور وينهى اليوم الحكومة عشر واحد يعلم الشعب الكويتي بأن نواب الأمة اليوم هم المدافعين عن حقوقهم ومكتسباتهم وشاهد الشعب الكويتي اليوم جلسة عشر واحد التي والله والله أنها فعلا فعلا يا رئيس الحكومة لم تأتي على حقوق الشعب الكويتي سمو رئيس مجلس الوزراء أخي أحمد النواف اليوم وضعت نفسك أمام مواجهة الشعب الكويتي مو مواجهة خصومك خصومك لا إذا أنت يا شيخ أحمد النواف مسؤولياتك السياسية كرئيس وزراء وتعاونك مع المجلس لمصلحة الشعب والوطن والمواطن ولرفاهيته وحفاظك على هذا التعاون قد يبين يا سمو الرئيس